بأن الزواجات السرية أيضا منتشرة وبكثرة هنا بالمجتمعات الخليجية سنتعرف على رأي بعض الطلاب الجامعيين بالكويت ليحكو لنا أكثر عن أنواع الزيجات وبالزواج العرفي تحديدا ما أعترف فين هاي حرام يعني مو مقبول بمجتمعنا ما أعتقد أن هناك أحد يوافق على الحال جاء جاء في حرام لأنه ما فيه ولي أمر لازم يكون حضوره ولي أمر وشهود فهذا مثل الزينا يعني نفس الشي حالة حال الزينا طبعا مغف رفض بشدة بعد انتشر في الفترة الأخيرة والكل قام يستخدم هذا الزواج كنوع من يعني كقصد هروب من الحرام وهذا هو أساسا يعني الزواج العرفي هو أساسا محرم يعني لا ييد الزواج العرفي بل أرفضه لأنه رسول ما حتى على الزواج العرفي أنا محايد عن الموضوع هذا لأنه أحسن شي سلبي الزواج العرفي لأنه يعني الطريقة خطأ ما أيد فيه كوني طالب جامعي إذا الشخص حاس أنه هو ممكون نفسه فما يلجأ حق زواج العرفي بالعكس زواج من الأهل فأنا أقول لنا زواج من الباب أحسن من زواج من النافذة ترجمة نانسي قنقر